شو هي رسالتك الأخيرة من خلال هذا الموضوع لكل مشاهد الرسالة الأخيرة اللي عايزة أقولها الأحباء الأفاضل إن كنت بعيد عن الله أشجعك أن تأتي وتضع يدك في إيد الوسيط المصالح وتدخل إلى الله وتتصالح معه بيسوع المسيح المصالح والوسيط وأشجع أحباء المؤمنين اللي قابلوا المسيح مخلص اطمئن أنت في المسيح وأنت مضمون أمام الله الآب في شفاعة وكفارة المسيح لكني أشجع نفسي وإياك أن نعيش حياة القداسة فنظير القدوس الذي دعانا لنكون قدسين كما هو أيضا قدوس أخي إلي شكرا جزيلا وإن شاء الله نشوفك في حلقات أخرى ربني بارك شكرا إخ نزار أخوتي وأخواتي في الختام أنا عاوز أقول شيء مهم لكل شخص بيتهاون بيتمادى على نعمة الله وكل شخص عايش في الخطيئة وكأنه لا يحتاج إلى خلاص الرب حي الرب موجود وبيعرف وبيشاهد كل شيء لكن مثل ما اسمعنا تخيل أنه أنت في فكر الله الأزلي أنت في موضوع عنايته محبته فدائه مكتوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم اسمع كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا صابقا قبل تأسيس العالم لكن هذا العمل أظهر إلنا في الأزمنة الأخيرة فإذا محبة الله ما بتتغير ومش أنه الله بحب اللي بحبه والله بحب إذا أنت كنت كويس أو إذا أنت كنت صالح ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا عنده خطة رائعة من أجل خلاصك بس شو المشكلة بقول أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياء أبدية في المسيح يسوع ربنا أدرك أنه أنا محتاج لنعمة الرب محتاج للخلاص محتاج أتغير محتاج أتوب عن خطيتي محتاج أضع ثقتي وإيماني في عمل المسيح الكامل الكفار على الصليب غطاني سطرني مات بديلة عني كفارة عني ولأجلي حتى أنا للحياة أنا للغفران ومن ناحية أخرى الله بينظر إلي من خلال بر المسيح فبصير ابن خليقة جديدة وباخد الحياة الأبدية وضمان الحياة كما قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أسرع صلاة صليها الآن قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ بحب أسمع منك رب باركك اشتركوا في القناة